لكن في شي حصل ولا ينبهي أن يمر بشكل عفو وقطعا له علاقة بقيمة الشهادية أكوان وإله علاقة بتدبير الله للقلوب والتصرف فيها بإشعالها بحب الإمام الحسين عليه السلام وإله علاقة بالمستقبل القادم مع القائم من آل محمد في شي حصل إذا أرشناه هلأ بالميلاد سنة الألف وتسعمية وتسعة وسبعين بيّن لنا بالتسعة وسبعين وهو خروج ذاك الرجل العظيم ليحدث في الحياة وفي دنيانا كل دنيانا ليحدث انقلابا حقيقيا على مستوى أهل الكفر هن يالو زلزال وواع إسرائيل والأمريكان ومش عارف مين على مستوى حركات النفاق شعروا بثقل التحدي الذي فرضه عليهم على مستوى الموالين كان له تأثيره الخاص الذي ينبغي أن نتحدث عنه والذي ينبغي أن لا ننساه هذا الرجل العظيم بالتسعة وسبعين هو الذي وقف ليعلم بعد أن نزل من الطائرة وهو مطمئن يقف بين الناس ليقول أنا الذي يقيم الدولة أنا الذي يعين الرئيس أنا الذي يعين الشعب السبب بذلك لأنه عرف نفسه أنه يريد أن يخطى درب استكمال مسيرة الإمام الحسين باتجاه القائم من آل محمد فكانت ثورته هي الثورة التي أشعلت في كل القلوب مجدداً قيمة الشهادة العاشورائية وقيمة التدبير الإلهي في التوحيد الصرف بحياتنا هو الذي علمنا أن الله حاضر في الحياة أن الله يسددنا هنا وينصرنا هنا هو الذي علمنا أن الفقير يمكن أن يصبح غنياً حينما يستعز بعزة الله وأن الضعيف يصبح قوياً حينما يقوى بالله هو الذي علمنا أن الدم لا يصنع الشهادة فقط بل إن الدم يصنع الأرض ويصنع الإعمار ويصنع الدول ويصنع النصر بحيث أدخلنا إلى الزمن الذي قال فيه سماحة السيد حسن نصر الله زمن النصر الذي دخلناه ولن نخرج منه بعد أن كنا في زمن الهزائم من أدخلنا زمن الانتصارات كان الذي وعى عاشوراء بطريقة ولاية الفقيه وهو الإمام الراحل روح الله المسوي الخميني قدس الله سره الشريف ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر